من مصر حيث احتفل الممثل المصري محمد صبحي بمرور خمسين عاما على احترافه للفن الاحتفالية شملت تكريمه لعدد من أساتذته وزملائه وتلاميذه الذين شاركوا في رحلته الفنية نجوم الفن الذين شاركوا في الاحتفال أشهدوا بتجربة الفن محمد صبحي الفنية مؤكدين أن أعماله تحمل الكوميديا كوميديا راقية ورسائل أخلاقية نتابع خمسون عاما من الإبداع والكوميديا الهادفة مشاهد مصرحية وسينمائية وتلفزيونية أصبحت خالدة في أذهاد الجماهير إنه الفنان الكبير محمد صبحي الذي قرر أن يحتفل بمرور خمسين عاما على احترافه للفن احتفالية خمسين سنة ما هياش احتفاء ولا احتفال بما سرتي إنما هي تكريم لكل اللي شاركوا سهموا فيها وصنعوا معايا نجاحها صبحي قرر أن يشمل تكريم مسيرته الاحتفاء بالعديد من الفنانين والمسؤولين إنه النهاردة بيحتفل بخمسين سنة عطاق في مسيرة فنية عظيمة ويكرم فيها من شاركوه هذه المسيرة وتولوا حتى المسؤولية معاه فالحقيقة ده شيء عظيم جدا بعتبر أن أنا محظوظة أن أنا ابتدت أعمالي مع الأستاذ محمد صبحي لأن كلها أعمال حلوة بتقول كلمة محبوبة والناس كلها حبينها متشكرين جدا يا صبحي على المسيرة بتاعتك المشرفة اللي بتشرف كل فنان وإنك انت إنسان وفي في زمن عز فيه الوفاء جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي قد تخرج من أكاديمية التمثيل عام 1970 وشارك في العديد من المسرحيات التي كان أولها هلو شلبي ثم شارك رفيق ضربه الكاتب الراحل لينين الرملي تجربة مسرح ستوديو 80 التي قدمت عددا من المسرحيات من أشهرها الهمجي وتخريف ووجهة نظر اشتهر بتقديم عدد من الأعمال التلفزيونية التي حققت نجاحا جماهيريا مثل علي بي مظهر وسنبل بعد المليون ويوميات ونيس التي استمر عرضها عددا من المواسم وأخيرا فإن اسم الفنان محمد صبحي سيبقى خالدا لدى الأجيال المتعاقبة من الجماهير بسبب التزامه وعشقه للفن الجد أحمد عثمان العربية القاهرة